كم مرة جريت المطلع بتاعنا دي المقاولين ده جاري عشان توقع كان ايه كيلو ونص ولا حاجة كده كان كيلو ونص تعريباً اوه وانت كان عندك يعني فزع وزعر انك تخلف معادك في التمرين ده حقيقة فيه والمقاولين فيه زي عربية كده وبص صغير كده كان بيخدنا بس مش دايماً تحت يعني هو بيطلع وينزل فانت لو لو وصلت في الوقت اللي هو فوق فيه فلازم تجري او لازم تطلع يعني كان فيه اوتوبسين ثلاثة سنة عشان اوتوبسين فاللي هو مشتور الوقت يبقى تحت فيه وقت لازم نطلع ده كل فانا لو رجعت لو سألتيني دلوقتي بحس ان انا محسيتش بالتعب وانا صغير اللي هو الصفر عشان خاطر انا بعمل حاجة انا عايز اوصل هنا فانا مش شايف اللي انا فيه دلوقتي انا شايف الهدف بتاعلي انا عايز اوصله فمش حاسس بالتعب في وقتها طفل بقوا مقصود بالسفر ورايح جاي وبيلعب في الكاهرة كنت بالعب قبلها في المقاولين طانطا فكنا بالنسبالي انك تروح الكاهرة ده فيه ايام كده انا ما بفكر فيها ما بزحاش ايو اكيد طبعا اكيد اول مرة اخدت قوضة بقى هناك في المقاولين وبقيت مش لازم تسافر افتك اول مرة كنت رايح انا وابن عمي وبعدين نزلنا عند العرب اللي هو فوق ورقة ورقة المقاولين عند العرب فافضلت ماشي تقريبها معرفش ساعة ساعة وشوية عشان ادخل النادي وبعدين ادخل جوة واطلع فوق قلت لا لا انا هعمل ده كله كل يوم وبعدين قال لي لا 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 ما تنزلش هنا مرة جانزل في مكان تاني بس اول مرة انا قعدت فيها في استراحة المقاولين افتكر كنت عندي 16 سنة كنت خلاص بدأت في فريق الاول انا لعبت 14 سنة في النادي سوري وانا عندي 14 سنة وصلت النادي لعبت سنتين وبعدين طلعت فريق اول وانا عندي 16 سنة 16 ونصف فبدأت تعود في الاستراحة وانا اول ما اخدوني فريق اول فا اول ليلة بقى انت معاك قوضة يعني مش لازم تطلع المطلع وتركب الحاجات ما هي الفكرة ان انا عشان انا مريت بحاجات كتيرة في الفترة دي كنت ساعات بباد في الكاهرة ساعات بمر بأيام كارثية لكن انا اول ما عادت في الاستراحة بس الاستراحة كمان كانت بالنسبة بتتسمى للعب المميزين المختربين المميزين مش اي واحد مخترب هو اللي يعود فيها فانا الاحساس نفس ان انت لأ انت دلوقتي بقيت حد نجمع فمش قادر انسى اليوم ده بصراحة لانا انا كنت دائما بشوف اللاعيبة اللي هو خلاصه 80 ويطلاق يعوده فوق وانا خلاصه 80 وارروح فاللي هو بقى يلوقع في يوم ملايام هجي الكفوق يا حبيبي اول ما عادت فيها بصراحة كنت مبسوطة او يعني اشتركوا في القناة